مجز لأهم الأنباء أهلا بكم ضابطت قوات الحزام الأمني مركبة شحن ثقيلة تقل كميات من صواعق التفجير والذخير والأسلحة بنقطة راس عمران بالمدخل الغربي للعاصمة عدن وفي بيان لعمليات قوات حزام الطوق أكدت القوات أن شحنة الأسلحة والذخير المضبوطة كانت مخفية تحت كمية من الرمال على متن القاطرة بطريقة تمويه خطيرة وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية مع المتورطين في العملية أفادت بقدومهم من مناطق سطرة الميليشيات الحوثية حيث كانوا ينون إدخال الأسلحة إلى العاصمة عدن نفذ عدد من المواطنين والحقوقيين وقفة احتجاجية عند المنفذ الشرقي لمدينة تعز في عقبة منيف احتجاجا على استمرار حصار الميليشيات الحوثية للمدينة المحتجون نددوا بالصمت الدولي تجاه حصار تعز الذي يعد أطول حصار الإنساني مرة على التاريخ وصفنا الموقف الدولي بشأن تعز الملف الإنساني بالمتخاذل كما نفذ عدد من مواطني تعز عدة فعاليات تصعيدية أخرى لمنهضة الحصار الحوثي بالتزامني مع مرولي 3000 يوم من الحصار المطبق والإنساني على تعز ضبطت الأجهزة الأمنية بساح الحضرموت 935 جريمة جنائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وضح المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساح الحضرموت العميد مطيعا منها لي أن جميع تلك الجرائم قد تم استكمال التحقيقات فيها وجمع محاضر سدلالاتها وتمت إحالتها إلى النيابة وإحالة كافة المتهمين بارتكابها إلى النيابات المختصة بالمحافظة مشيرا إلى أن الجرائم الجنائية المضبوطة تمت في كافة مديرية ساحل حضرموت شهدت مدينة المكلة حفلا فنيا أقيم في منصة العروض بمناسبة تدشين مهرجان البلدة السياحي حيث شهد الحفل حضور قيادة السلطة المحلية وجمع غفير من المواطنين الحفل الفني الساهر حضره محافظه حضرموت الأستاذ مبخوط بن ماضي وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة واجتذب حشودا جماهيرية كبيرة الحفل الفني نظمت سلطة المحلية بالمحافظة بمناسبة تدشين مهرجان البلدة السياحية نهاية موجز دمدم في أمان الله